تصحيح الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام لهذا المفهوم أيضا مفهوم الفرق والجماعة هذا نقرأه في الزيارة الجامعة العظيمة المقدسة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه رواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ماذا يقول الإمام عليه السلام وهو يعلمنا شوف هذه أدعية أهل البيت وزياراتهم عليهم السلام مدرسة تعلمنا تبث مفاهيم ترسخ مفاهيم في نفوسنا يعلمنا أن نخاطبهم هكذا لما نزور أهل البيت نقول بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وأتلفت الفرقة إذن الفرقة التي تأتلف ويصحح اعتلافها الشارع المقدس إنما شرط اعتلافها أن يكون بهم بالأم فإذا كان الائتلاف على غير إمامة أهل البيت عليه السلام خارجاً عن هذا الإطار فتبقى فرقة لا يكون ائتلافاً ولا وحدة حقيقية وتكليفك حين ذاك ماذا أن تبرى إلى الله تعالى من رموز تلك الفرقة ومن اتجاه تلك الفرقة ومن خط تلك الفرقة وإن كان أهلها كثيراً لا اعتداد بها في الشرع لا تنخدع لا تبهرك هذه الصور لا تسقط في الفتنة الفتنة الحقيقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر